اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن البالندور نتكلم على البالندور من الأحق للفوزبازي الجائزة الكبرى على مستوى التقييمات على المستوى الفني على مستوى الرعاة يمكن بعض الأسماء اللي قلناها لحضراتكم على رأسها ليون ميسي وليفاندويسكي وكمان موجود جورجينيو ده يعني هنا في المجال اللي احنا بنتكلم فيه عايزين كمان نعرف الأراء بره راحة فين على مستوى خبراء كورت القدم العالميين واحنا معانا عبر سكايب طبعا نجم برازيلي كبير جدا جدا لعب لفلامينجو لعب لبالمراس لعب كمان من خلال الدور الإيطالي مع الإنتر وحاليا هو كان المدرب السابق لفريق تيرانا في الألباني على مستوى البطولات حقق يمكن مع منتخب البرازيل كاس العالم للكرات سنة 97 حقق السلسية كمان مع الإنتر بفوزه بالدور الإيطالي وكاس إيطاليا والسوبر الإيطالي معانا ومعاكم عبر سكايب طبعا زيمارية اللاعب المتميز في تاريخ الكورة البرازيلية والمدير الفني الصابق لفريق تيرانا الألباني مساء الخير عليك نرحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير على الجميع مساء الخير على جماهير قناة الأهلي واحد من أعظم الأندية في أفريقيا اللي لم يكن الأعظم حسب الأرقام والإحصائيات النادي الأهلي الذي لديه سوالات وجوالات داخل وخارج أفريقيا النادي تعود على التطويق بالبطولات داخل وخارج أفريقيا لذلك أنا سعيد بتوجدي على قناة النادي الأهلي وأتمنى حظ سعيد للنادي الأهلي في المونديال القادم بالإمارات التي شهدنا القرعة منذ قليل أتمنى رغم أني برازيلي لكن أتمنى التوفيق دائما للنادي الأهلي أكيد هنتكلم عن الكاس العام الأندية وكمان احتمالية مقابلة النادي الأهلي كمان لفريق بالمراز في الدور قبل النهائي لكن خلينا نتكلم وهو أكيد متابع خلال ساعة من دلوقتي البالندور نتكلم أنت زي مارية تتوقع مين أن يفوز بهذه الجائزة القبرى من خلال طبعا رؤيتك الفنية ومن خلال كمان اللاعبين المرشحين تتوقع مين اللاعب الذي يفوز بهذه الجائزة أنا أتوقع لكن قبل كل شيء دعني أقول لك شيئا آمن أن البالندور جائزة لديها خصائص خاصة وهم لديهم حسابات خاصة في اختيار الفائز لكن ليونيل ميسي وروبرت رباندوسكي قاموا بعمل موسم جيد لكن هناك العديد من الأسماء اللاكيزين قد صنعوا المكدي مع فرقهم كتشابي إرناندز ويبريموبيتش وبعض الأسماء الكبيرة التي كانت تستحق الفوز في البالندور ولم يحصلوا عليها نظرا لديهم حسابات خاصة لكن بالنسبة لي الآن جورجينيو قوي جدا روبرت رباندوسكي قاموا بصنوعة المكدي مع بايرن ميونيخ وليونيل ميسي فاز مع كوبا أمريكا مع الأرجنتين لكن أنا أتوقع بالنسبة لي والبالندور سيذهب إلى ريبورت رباندوسكي من وجهة نظر زيمانية أو جورجينيو من وجهة نظره وعتقد كمان كان دخول اسم كريم بن زيمة كمان كريم بن زيمة على مستوى رائع جدا مع ريال مادريد كمان على مستوى رائع جدا في مشاركته مع المنتخب الفرنسي وزي ما هو بيقول كنا بنتكلم مع طبعا إيهاب أن ليها حسابات أخرى ومعادلات أخرى ويمكن بس هو سؤال هل لو فاز ميسي بهذه الجائزة يكون فوز مستحق لبسي بالفوز بالنسخة السبعة في تاريخ ميسي وطبعا رقم قياس كبير جدا والفوز بسبع ألقاب أو سبع جواز للبالندور هل يكون فوز مستحق لبسي بالنسبة لي أنا أتمنى أن يفوز بجائزة البالندور روبرت لباندوسكي وللأسف كد يكون من المؤسف إذا فاز ميسي هذه الليلة بالبالندور ستكون فضيحة كبيرة في الأوساط الرياضية ستحدث عنها غدا جميع وسائل الإعلان زي مريك قال بالنصة الآن قد تكون فضيحة كبيرة وسيتكشف أمور كثيرة من خلال صحيفة لكيب شيء هام من خلال قناة الأهلي ميسي قام بعمل لقاء مع صحيفة لكيب قبل البالندور وهذا ما قد يرشح ميسي للفوز بالبطولة كريسانو رونالدو قام أيضا بعمل موسم جيد خاصة مع المنتجة البرتغالي كريسانو رونالدو لن يكون حاضرا الليلة إذا ميسي قد يكون قريب وتكون فضيحة أنا بتفق معك كمان أنا يعني من خلال بعض الريبورتس وبعض الناس اللي بتتكلم خبراء الكرة العالمية بيقولوا حتى لو ميسي فعلا يعني إخاذ هذه الجايزة هتبقى في تشكيك في هذه الجايزة في السنوات القادمة هيكون فيه شك كبير جدا من القائمين على كرة القدم في يعني نوايا هذه الجايزة بشكل كبير وهتأثر بالسلب على هذه الجايزة بشكل كبير جدا لأن كل الناس في أتقاضي شخصي نسبة كبيرة جدا جدا من المتابعين لكرة القدم العالمية بيقولوا لنا لباندو ويسكي هو الأحق بيلفوز بهذه الجايزة هذا العام طيب خلينا نخرج من جايزة البلندور ونروح هذين سألوا عن محمد صلاح وشايفوا إزاي مسيرته ونجاحه في الدور الإيطالي قبل كده وثم تقلقه الكبير في الدور الإنجليز طبعا زمارية معي يضيف طبعا ناقد رياضي متميز جدا بيسألك على رؤيتك لمحمد صلاح من خلال تقلقه مع ليبربول على مستوى البريمير ليج وعلى مستوى الشامبينز ليج بالنسبة لمحمد صلاح محمد صلاح يصنع المجد في ليبربول ويقوم بعمل أشياء استثنائية من الغريب أن تقرب من لعب مصرز وفطرة أفريقية لهذا محمد صلاح استثنائي ويقوم بعمل أشياء خرافية من خلال ليبربول لكن محمد صلاح تستطيع أن تكون ناشئة في فيورنتينا في إيطاليا وتطور في روما كما بعمل أشياء خرافية مع روما وإيطاليا لديها الفضل في أن يتطور محمد صلاح من الناحية البدنية ومرحلة الدريبنج محمد صلاح يستحك البلندور ولكن محمد صلاح يستحك البلندور العام القادم لا أعتقد أن محمد صلاح إذا استمر محمد صلاح في تقديم الأداء الرائع خلال هذا الموسم وقدم أداء رائع مع ليبربول في دورة أبطال أوروبا ووصل إلى المراحل النهائية وشيء هام يجب على صلاح أن يصنع المجد وأن يصنع شيئا مع منتخب بلاده لأن هناك بعض النقاط تكون لصالح المباراة الدولية وهل أنت ساعدت منتخب بلادك في الصعود لكأس العالم بل فوز بكأس العالم أو الوصول أو التهديف بمباراة كأس العالم هذه أشياء مهمة جدا يجب على محمد صلاح أن يدعها في اعتباره لأن إذا كان صلاح يؤدي ويعرز العديد من الأهداف العديد من اللاعبين يصنعون أهداف ومسي يصنع أهداف أشياء خرافية لكن هناك أشياء هام يجب أن يدعها صلاح في اعتباره لا سفقد أن تصنع أو تعرز هدف جميل أو تصنع حركة أو أي بعض الحركات الاستعراضية يجب أن تفوز بالبلندور البلندور لديه أشياء خاصة وأعلم أنك كنت لعب محترف في الدور الألماني وتعلم أن الاحتراف لديه أشياء مهمة لذا يجب على سأل صلاح يستحق الفوز؟ نعم يستحق الفوز لكن أربعة عوام ماضية صلاح كان يقدم أشياء جيدة في إيطاليا وقدم أفضل منها مع ليفربول لكن يجب أن يضع أشياء أهمة في الاعتبار أنا أتفق معه تماما في الجزئية دي وخاصة أن يمكن الكفة اللي يمكن توزن شوية وكان سبب فيه بعد تقارير قال أن فوز ميسي مع منتخب بلاده بالكوب أمريكا هي اللي يمكن بترجح الكفة إلى حد ما أو هو العامل الأكبر في ترشيح حتى ميسي لجائزة البلندور وبالتالي طبعا دور اللاعب مع منتخب بلاده أكيد دور مهم جدا جدا طيب نخرج من البلندور ونروح لطبعا هو لعب لبال ميراس البرازيلي وطبعا لعب لفلامينجو عايز أشوف رأيه أولا أو متابعته من خلال كأس العام الأندية الماضية ورؤيته للنادي الأهلي من خلال طبعا المباراة يعني مباراة النادي الأهلي أمام بال ميراس وشاف رؤية النادي الأهلي شافه إزاي في هذه البطول فلمينجو بال ميراس عندما قام الفريقين بلاعب النادي وطبعا كنت سعيدا جدا لأن لاجبا نتحدث بصراحة قلبي كان النصف الأول مع فلمينجو والنصف ساني مع بال ميراس بال ميراس فاز كنت سعيد لكن فلمينجو قدما أداء رائع في المباراة النهية لكن بال ميراس ومدربه عرف كيف يفوز بالمباراة وعرف كيف يتأهل لكأس العالم لأن الإعلام البرازيلي قام بتضخيم الأمور بالنسبة لفلمينجو وجميع وسائل الإعلام في البرازيل تحدثت أن فلمينجو قد يكون الأقرب وقد يفوز بالبطولة وهذا الشيء وصل بطريقة سلبية للاعب فلمينجو ليس فقط للاعب فلمينجو بل وصل أيضا للعديد والألاف من جميل فلمينجو الذي قطعت أكثر من ألفين كيلو متر ألخيل ألفين كيلو متر قطعت جميل فلمينجو من البرازيل من أجل الزاب إلى المونتي فيديو في سنتيناريو ملعب الفاينال لهذا لكن كأس العالم سيكون نصفة قوية لأن المنديال دائما مختلف عن العام الماضي بالميرس يريد أن يسأر من الأهلي أخذ منه البرونزية العام الماضي ونسخة بالميرس هذا العام نسخة مختلفة الفرق من بالميرس السنة اللي فاتت والسنة دي يعني هو طبعا متابع الفريق بشكل كبير وكان نجم يوم الأيام كان نجم من النجوم هذا الفريق الفرق ما بين بالميرس 21 و20 أو 22 و21 النسخة اللي فاتت والنسخة القادمة بالميرس هذا العام أكثر إقناعة وأكثر ثقة في أنفسهم أنت تعلم الفوز دائما ما يقلب الفوز والفوز يقلب الثقة في نفس اللاعبين ليس سهل أن تفوز بكبة الليبرتادورس عامين متتاليين هذا خلق ثقة كبيرة في بالميرس ومدربهم وأعتقد أن بالميرس سيذهب إلى الإمارات على الأقل يستطيع أن يعود بميداليا هذا قد يكون صعب بالنسبة لنادي الأهل إذا ما فاز الأهل أمام منتير المكسيكي ستكون مقابلة صعبة جدا لنادي الأهل المصري أمام بالميرس أنت تعلم البرازيليون صعب البرازيليون أن يفسر بس كما أنا أعرف المصريين الأهلي أيضا نسخة هذا الأهلي قوية هذا العام لا أنا أختلف معاك شوية لأن أعرف البرازيليين كمان أعرف المصريين وطبعا أعرف النادي الأهلي أكيد المباراة ستكون مباراة قوية جدا جدا ولكن أنا بقولك إن شاء الله لو قابلنا تاني إن شاء الله نفوز ويبقى الصعود للمباراة النهائية زمريا بنشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق شرفتنا ونورتنا في المحترف على قناة النادي الأهلي شكرا جزيلا